فيه أي تاني أحبائي مهمين قوي أنا أعتبرهم منهج حياة الآية الأولى في أمثال 15 بتقول إيه؟ الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخط والآية الثانية في أمثال 25 ببطء الغضب يقنع الرئيس والكلام اللين يكسر العضب هنا بقى يا أحبائي الكتاب المقدس قال لنا على الكلام اللين له قوة تأثير عجيبة في حالتين الحالة الأولى لما يكون اللي قدامها غضبان ودي الآية المشهورة لجواب اللين يصرف الغضب يعني واحد يبقى متمرجس جداً وغضبان جداً ترد عليه بجواب اللين يهدى يبقى في حالة الغضب والصخط الكلام اللين يصرف الغضب ويهدئ الصخط الصخط يعني الغضب الشديد الحالة الثانية بقى اللي الكتاب المقدس تتكلم فيه عن الكلام اللين في حالة المناقشة للإقناع بالرأي بمعنى إنه لو اللي قدامك تفكيره متحجراً كالحجر وكالعضب فالكلام اللين لها قوة تأثير عجيبة كالآلة القادرة أن تكسر العضب وده اللي قاله سليمان الحكيم ببطء الغضب يقنع الرئيس والكلام اللين يكسر العضب الكلام اللين له قوة تأثير أسف في التعبير زي الصفور اللي يكسر العضب ومن هنا أحبائي أهمية الكلام اللين في حالة الغضب الكلام اللين والجواب اللين يصرف الغضب في حالة ما عايز تقنع واحد برأيك بالكلام اللين وده اللي قاله سليمان الحكيم ببطء الغضب يقنع الرئيس لما تيجي تكلم رئيسك في الشغل آآ واحد كبير تكلمه بكلام لين ومن غير غضب النهاردة أنا مثلا واحد عايز مني حاجة يجي يتنرفس علي ويقول لي آآ لا أما لما يجيني من غير غضب وبكلام لين يقنعني أي تاني يا أحبائي بمثابة منهج حياة لو حد غضبان قدامك لو حد غضبان قدامك جوجه بجواب لين الجواب اللي يصرف الغضب لأن الكلام الموجع يهيج الصخط والغضب الشليد حالة تانية في حالة المناقشة للإقناع بالرأي ببطء الغضب يقنع الرئيس واللسان اللي يكسر العضب عامل زي السطور له قوة اللسان اللي ين ده له قوة زي السطور يكسر العضب هقول تاني يا أحبائي لو اللي قدامك دماغه متحجرة زي الحجر زي العضب فاللسان اللي والكلام اللي له قوة تأثير عجيبة كالآلة القادرة أن تكسر العضب